موسيقى نشرة الحادي عشر قبل منتصف الليل والبداية بأبرز العنم مفتي ديار الليبية يقول إن البلاد تعاني أضعاف ما كانت عليه قبل القبول بمسودة السخرات ويدعو الأطراف المتصالحة إلى المصالحة والاجتماع على الثوابت سرية الدفاع عن بنغازي تتقدم باتجاه المدينة وتعلن المنطقة بين سلطان وبنغازي منطقة عسكرية واستشهاد القائد الميداني إبراهيم الشيخ في غارة شوية موسيقى أغلق الطريق الواصل بين منطقتين مرتوبة والحيلة شرقية درنة وقصف طيران حفتر يتسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق بالمدينة موسيقى أهلا بكم قال مفتي الديارة الليبية فضلة الشيخ صديق الغرياني في برنامج الإسلام والحياة على قناة التنصح أن جعل المصلحة والمفسدة في جميع أحوالنا هي الفيصل دون الرجوع لدليل شرعي هو خطأ وزيغ ومن القول على الله بغير العلم جعل المصلحة والمفسدة هي الفيصل وتنزيل الأحكام عليها وأن الثواب والعقاب واللوم والذوم والذم متوقف ومترتب على ما أدركه العقل من المصلحة والمفسدة دون الرجوع ودون الانقياد للدليل الشرعي هذا من الخلل ومن الخطأ ومن الزيغ وإما حرمه الله تبعك وتعالى وذمه في القرآن الله تبعك وتعالى يقول أن هذا من القول على الله بغير برهان عندما نقول أدرك عقل المصلحة وبأن عليه أنا قلت هذا الحكم شرعي وصحيح ويجب العمل به وفيه ثواب وفيه تركي عقاب عندما نقول هذا دون أن نرجع إلى الدليل الشرعي وإله العلم معنى هذا أنني أقول على الله بغير علم وأضف فضلات المفتي أن الأخذب المصلحة والمفسدة دون الرجوع للشرع جعل البلاد تعاني أضعاف ما كانت عليها فعندما نرجع إلى العقول نضل لابد أن نرجع إلى شرع الله ورجع إلى شرع الله يكون باتباع الدليل الذي أمر الله تعالى به والسؤال أهل الذكر وأهل العلم وعندما نقول هذا ليس غرض منا أننا نريد أن نلزم الناس بالأخطاء ونقرعهم من أخطاء لأنه ليس هناك أحد معصوم كل إنسان معرض لأن يخطي وأن يصيب ليس الغرض من هذا هو تقرع الناس بأخطائهم ولا الشمات ولا كذا ولكن الغرض منهم هو الدعوة إلى أن يستفيد الناس مما وقعوا فيه لأننا نرى الآن البلد تعاني أضعاف أضعاف ما كانت تعانيه من قبل عندما قبلوا هذه المسودات ومنوا الناس وقالوا هذا يعني يأتيكم الخير ويرتاح الناس وتأتي الكهرباء وتأتي الأموال ما رأينا هذا شيئا من هذا وما رأينا الأمر مزداد إلا سوءا وخبالا ووبالا ودع فضلة المفتي كل الأطراف إلى أن يتصالحوا ويجتمعوا على الثوابت وأن ينسوا كل الخلافات الشخصية نريد من الجميع أن يراجعوا أنفسهم وأن يتطاوعوا وأن يتصالحوا وأن يخفضوا الجناح ويرجعوا إلى كلمة سوا بمعالي الحفاظ على الثوابت وينسوا الخصومات الشخصية الخصومات الشخصية هي التي أهلكت البرد وهذه ليس فيها أجر هذه فيها يعني مصيبة على الإنسان في نفسه سيحاسب الله عز وجل الأمر لا يكون لله ولا يكون أمر بالمعروف وإنما يكونه انتصارا لهواه فنريب الناس أن تتخلص من الأشياء التي علقت بأنفسها في الماضي ويرجعوا إلى بعضهم ويحسنوا الضن في بعضهم بحيث تنجو البرد والذي يحل بالناس الآن أمر لا يطاق لا يمكن أن يستمر الغلاء أضعاف 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 ما كان عليه في الساد أما بالنسبة ليغلق الطريق الصحيلي فقد دعا فضيلة المفتي أهل ليبيا عامة وزاوية خاصة لفتح الطريق وتخليصها من قطاع الطرق حتى يأمن الناس عليهم أن يخرجوا على بكر تبيهم ويقطعوا دابي المفسدين ويفتحوا الطريق للناس لأنه لا يحل أحد أبدا أن يرضى بهذا أن يستولى عصابة تستولى على طريق عام وتمنع الناس من المور منه فكيف ترضى الزاوية الشماء كيف ترضى لنفسها وأهلها وأولادها أنهم يهربون تهريبا عند مدينيات والعاصم والمدينة أخرى ويقطعون مئات الكيلو الأمتار من أجل العصابة شرد مفاسدة تسلطت على ليبيا وهم عندهم السلاح وعندهم القوة لابد على أهل ليبيا كلهم أن يشاركوا في فرح الطريق ويقطعوا دابي المفسدين هذا واجب شعري حرام لا يجوز السكوت على أحد يقطع الطريق ويخوف الناس وينهب أموالهم ويقتل أولادهم ونساهم لابد أن يهبوا هب ترجل الواحد في وجه هؤلاء المفسدين قطع الطرق هذا وحمل فضيلة المفتي ما يحدث من الغش في الامتحانات إلى وزارة التعليم مضيفا أنها مشاركة في الفساد وزارة التعليم هي لو كانت نية لإصلاح الناس عندها وسائل كثيرة هي لو المدرسة معظم المدرس في هذا الغش لو تطرد المدير أو المشرف مدير واحد مدرس واحد تطرد طرد بات ينتهي أمرها لا استقامة المدرس كلها الوسائل الموجودة الوسائل القوية الموجودة لردع هؤلاء المفسدين وذلك وزارة التعليم هي نفسها مشاركة هي التي رضيت بهذا هي التي تريده لأن وتكرسه ويتركه معك كما قلت لك من الفكر الجمالي السابق ومن امتحانات الغش الفاسل الضالما الأولى فهي الموضوع ليس هو خارج عن قدرتهم ولكن هو تواطه وتماله وفساد ذمم وخراب بلاد وتضيئة أمانة يجب على الناس كل لسان يجب عليهم أن يتق الله ما استطاع قالت مصادر أهلمية تابعة لسرية دفاع عن مدينة بنغاز الأربحة إن قوات السرية تتقدم باتجاه المدينة وتعلن المنطقة الممتدة من سلطان وحتى المدينة منطقة عسكرية المصادر ذكرت أن المنطقة تعتبر خضيحة للتحركات العسكرية التابعة لعملية بركان الغضب التابعة لسرية وكما ذكرت أن قوات الدفاع تتمركز بمنطقة ترقطة غربية بنغازي بعد أن سيطرت على منطقته السلطان والجلدية يشار لأن سرية الدفاع عن مدينة بنغازي أطلقت في الأيام الماضية عملية بركان الغضب للدفاع عن المدينة وعودة أهلها إليها هذا وأفادت مصادر من سرية الدفاع عن مدينة بنغازي الأربعاء باستشهاد القائد الميداني في السرية إبراهيم الشيخ وخمسة من مرافقه في غارة جوية على منطقة ترقطة غربية بنغازي المصادر أوضحت الاستهداف تم بواسطة مروحية مقاتلة مضيفا أن الغارة تأدامت لمدة أربع صحات متواصلة قبل ظهر الأربعاء ويعتبر إبراهيم الشيخ آمير مجموعة سرية السابع عشر من فبراير التابع لسرية الدفاع عن بنغازي وأصيب عدة مرات في وقت سابق خلال الاشتباكات ضد قوات مجرم الحرب حفتر وحول آخر الأحداث داخل مدينة بنغازي معنا عصام المغربي مرسل مركز السرية الزراع الإعلامي لمجلس شورى ثوار بنغازي بداية سيد المغربي لو تحدثنا عن آخر المستجدات الوضع الميداني في مدينة بنغازي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد فقدهم لأغلب القادة الذين يعولون عليهم وعلى رأسهم المجرم قاتل الأطفال الطيار دريس العبيدي وكذلك دريس البارعصي آمر كتيبة مئتين وعشرة وأخيرا هلاك طارق السعيطي خبير المفرقعات بالإضافة إلى فقدهم إلى كم هائل من الأليات والذخائر فما زالوا لم يستوعبوا الصدمة إذ بنا نفاجئهم بالأمس داخل عمرات صينية فتم استيطاء على جانب كبير جدا منها ولم يتبقى إلا عمرتين فقط تقريبا وبإذن الله سينهزموا منها بالكامل قريبا إن شاء الله كذلك في محور البلاد تم تفجير لغم أرضي في مجموعة من المشاة وبعدها تم استهدافهم بعدد من القضائف الكسكفي والرشيشات الخفيفة في عملية نوعية قام بها أبطال سوق الحود أدت إلى مقتل أربعة من صحوات الندامة وجرح عدد آخر بالنسبة للوضع داخل مدينة بنغازي فمتوتر جدا وصفوفه مرتبكة وعصابات الأمن الداخلي الآن تقوم بحملة كبيرة من المداهمات والاعتقالات يقومون الآن باعتقال كل من له علاقة بالثورة أو الثوار وهذا يدل على مدى الضعر الذي يعيشونه في هذه الفترة لأنهم بدأوا يستشعرون بالخطر كما أيضا رأينا المجرب حفتر يركض ويستنجد ويستعين بالفرعون السيسي في الضعر الصليبي كوبلر لعله يتحصل على عدة ضربات جوية مدفوعة الثمن مسبقا من قوة الشعب الليبي الذي أصبح يعاني حتى من نقص رغيف الخبز طيب ماذا عن الوضع الإنساني وحال الأسر العالقة داخل منطقة جنفودة وباقي المناطق في مدينة منغازي بالنسبة للوضع الإنساني ووضع العائلات فيعتبر صعب نوعا ما كما نحب أن نحيي هذه العائلات الصابرة على هذا الثبات الذي يعجز عنه الكثير رسال الله يتقبل منه يجازيهم خير الجزاء ففي ظل نقص الأدوية والمستشفيات للنساء والأطفال والعناية الصحية لمرضى السكر والكلة وباقي الأمراض المزمنة لازالت أيضا منطقة جنفودة تتعرض للقصف المدفعي المستمر ليل النهار في جانب الطيران الصليبي الذي ينفذ يوميا ما يقارب عن ثمان غارات جوية والغريب في الأمر أنهم يستهدفون منطقة جنفودة والتي تعتبر بعيدة كليا عن مناطق الاشتباكات ولا ندري لماذا يصرون على ترويع الأطفال والنساء في مناطق بعيدة عن الاشتباكات مثل منطقة جنفودة نعم إذن السيد عصام المغربي مرزل مركز سرايا الأعلامي أتابع لمجلس الشورى كنت معنا عبر الهاتف شكرا جزيلا لك أعلنت غرفة عمليات عمر المختار تابعة لما يحرف بعملية الكرامة ثلاثاء أعلنت عن أغلاق الطريق الواصل بين منطقتين مرتوبة والحلة شرقية مدينة درنة الغرفة في بيان لها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حذرت أهالي درنة من استخدام الطريق بالإضافة إلى طريق منطقة الفتايح المدخل الشرقي للمدينة باعتبارها مناطق عسكرية يذكر أن مدينة درنة تشهد حصارا على كامل مداخلها من قبل قوات مجرم الحرب حفتر بعد أعلن رئيس الأركان المكلف من قبل مجلس النواب المنحل عبدالرزق النظوري أغلاق الطريق الساحلي درنة غربي المدينة قامت فرق الصيانة بشركة العامة للكهرباء الأربعاء بالبدء في صيانة المحطة الكهربائية بمدينة درنة بعد تعرضها للقصف مهندس التشغيل في محطة محاولة درنة قال أنهم يقومون بإصلاح الأعطال وفي الفترة القليلة القادمة سينتهون من إصلاح دائرة تمام درنة ودائرة الفتايح وأضف بأن القصف قرب المحطة البخارية حفوهنة جحنه قطع ثلاثة دوائر رئيسية مغذية للمدينة يشارو إلى أن الطيران تابع لمجرم الحرب حفتر قصف الثلاثة المنطقة المحيطة بمحيط مدينة درنة البخارية ما تسبب في انقطاع التجاري الكهربائي عن المدينة بالكمل كشف قطاع الكهرباء درنة ثلاثة عن حجم الأضرار التي خلفها القصف الجوي لطائرة مجرم الحرب حفتر بالمدخل الغربي للمدينة قرب المحطة البخارية المكتب العالمي وفي صفحته رسمي على موقع فيسبوك أوضح أن القصف أسفر عن فصل ثلاث دوائر رئيسية مغذية لمدينة درنة مضيفا أن القصف أدى لانقطاع الكهرباء عن المناطق المرتبطة بتلك الدوائر وأكد المكتب على أنه من الصعب تغذية معظم تلك المناطق بطرق بديلة مناشدا أهل تلك الأحياء بالصبر إلى حين أصلاح الدوائر المتضررة من القصف أوضح تقرير مقدم لمركز مكفحة الإرهاب الذي يتبع الأكاديمية العسكرية الأمريكية أوضح دور الولايات المتحدة في دعم بعض من وصفهم التقرير بالقادة الدينيين للطعن بالحركات الإسلامية الأخرى التقرير أوصى أن تقوم الولايات المتحدة بدعم من قال إنهم القادة السلفيون كالشيخ ربيح المدخلي الذي قال عنه التقرير أن له قدرة على خلق قاعدة شعبية والطعن في الحركات الإسلامية الأخرى وقال التقرير أيضا أن المدخلي يعتبر من المدعومين في إشارة لدعم من الحكومة السعودية وأضف التقرير أن المدخلي فعال جدا في استنزاف قدرات الإسلاميين والدعاء وأنصح التقرير أيضا بضرورة دعم منشورات المدخل ومطبوعاته وإنشاء مدارس جديدة لهم في عدة أماكن المجلس رئاسي المقترح أمضى المئة يوم الأولى من سلطته المقترحة في قاعدة أبو ستة ليغادرها على أصوات الاحتجاجات ورائحة الإطارات المشتعلة إلى مقرها الجديد بطريق السكة المزيد في سياق التقرير التالي قبل مئة يوم من الآن كانت بركات المجلس الرئاسي المقترح قد حلت بالقاعدة البحرية أبو ستة بؤس نهار والظلمة ليل شح سيولة وانقطاع كهرباء وغياب ماء معاناة كأداء يعيشها المواطن في سباق مارثني للحاق برغيف خبز منكمش وأنبوبة غاز مصابة بالتسرب وسعي للحصول على ما تيسر من السيولة النقدية المبللة بالعرق في رحلة العذاب المر التي يعيشها المصرف المركزي في العاصمة الحدث تاريخي تشهده العاصمة السجاد الأحمر يمدد عند مدخل مبنى الكابيتل بطريق السكة المقر السابق لحكومة الإنقاذ ليدخله رئيس المجلس الرئاسي المقترح وحكومته المفوضة فيما يعيش السكان العاصمة أجواء من الرومانسية على أضواء الشموع وأصوات المولدات الكهربائية التي تشق عنان السماء وضع الضي وعلى وضع البلاد تبيني نتكلم لك شو تبيني نقول لك يا ستدي المسات اللي نعانوا فيها اللي الضي فات حتى العشر ساعات وين بالمسؤولين اللي ماسكين وين الخضوة وين القيادين لهالبلاد الضيزمة كبيرة يقول بل 12 ساعة عشر ساعة هنا في مواجزنات في مجمدات في حاجات نتحملش حتى الثلاثة ساعات مهارة في معزنات غادي في مجمدات في حلويات حتى الثلاثة حلويات ما حتى نجي بفاة خطر أن الضيز يهربوا استمراءات والله مشكة الضيز هذا يعلم الله بيها على الأول صاحب محلة هنا والله ملوح في مفاتي يقريب خمسة ألاف جنيه الحم خمسة ألاف دينا مشكة الضيز هذا كداش مننا الضيز عشرة ساعات ستة ساعات بفروض ساعة ونفس وغلغ بلاد زي هذه بخيرها بيرزقها حراب وكل كذب يقول لك الضي هارب وحمال حمال والله إلا كذب كل كذب والله عاش بك المصرف اللي هنا والله الواحد يبكي وجهوا هنا الناس تبكي من النوم من الضغط والله غالب وشعر رب يفرجوا بس الأمن الذي يفتقده المواطن في كل مكان وفرته للمجلس الرئاسي وحكومته في مقرها الجديد عناصر أمنية بياقات بيضاء وأحدية لامعة كان منظر المدينة سيكون أكثر جمالا وأكثر حضارية إن اتخذت تلك العناصر نقاط لتماكزها عند المفترقات وعند إشارات المرور وبؤر التوتر لتكون عنوانا للوطن قبل أن تكون عنوانا لسلطة سياسية لا زالت بين بين اجتمعت على الناس مظالم ثلاث مجلس مقترح غير متوافق عليه ومجلس دولة مكون من شتات المؤتمر الحاضر الغائب وتظل المظالم لا تكتسب شرعيتها من شرعية الأمكنة وإن عدها البعض إنجازا من إنجازات المائة يوم التي سال كثير حبر في التغزل بمحاسنها قال المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتين كوبلر إن حدث تشكيل الجيش الوطني في ليبيا يعتبر مأزقا حقيقيا للمجلس الرياسي المقترح وحسب وكالة أششيتد بريس حيث أكد المبعوث الأممي مارتين كوبلر أنه في زيارته لمصر لدقى بشخصيات سياسية وحسكرية مصرية وكذلك شخصيات ليبية لا في تاني إلى أن نقطة الاختلاف تكمن في من سيتولى قيادة الجيش الليبي مستقبلا يشار إلى أن الأمم المتحدة عبر مبعوثها إلى ليبيا مارتين كوبلر كانت قد وافقت على تشكيل المجلس الرياسي المقترح في ليبيا قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور نادي حمران إن محكمة استئناف البيضة حكمت برفض الطعن المقدم من علي ترهوني وذلك في الحكم الصادر من الدائرة الإدارية بالمحكمة وذلك بخصوص الإيقاف المؤقت لقرار انتخابه كرئيس للهيئة التأسيسية لصياغة الدستور وقرار اعتماده كعوض في الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور يشار إلى أنه تم انتخاب على ترهوني في الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور في عام 2014 نشرتنا متواصلة وتتابعون فيها بعض الفصل الشركة العامة للكهرباء تقول إن سبب تزايد صحات طرح الأحمال هو الأعطال الفنية في بعض المحطات اشتركوا في القناة تعلن إدارة القرآن الكريم والسنة النبوية بالهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية عن إقامة مسابقة ليبيا المحلية لحفظ القرآن الكريم وتجويده في دورتها الخامسة والعشرين على مستوى بلادنا الحبيبة ليبيا والتي ستقام بمدينة زوارة بقاعة الشهيد فرحات حلب في الفترة من الثاني عشر إلى السادس عشر من شهر شوال من عام سبعة وثلاثين وأربعمائة وألف من الهجرة الموافق من السابع عشر إلى الواحد والعشرين من الشهر السابع لسنة الفين وستة عشر للميلاد مسابقة ليبيا المحلية لحفظ القرآن الكريم وتجويده في دورتها الخامسة والعشرين ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم قال المتحدث باسم شركة العامة لكهرباء أشرف المريمي إن سبب وصول تزايد سعاد طرح الأحمال في هذه الأيام هو الأعطال الفنية التي أدت لخروج بعض المحطات عن شبكة لافتني لأن شركة تعمل على صيانة المحطات لإعادة إدخالها على شبكة العامة وأضف المريمي أن عمليات السرقة التي تتعرض لها بعض المحطات الكهربائية تسهم أيضا في تفاقم الأزمة التي تعاني منها شركة العامة لكهرباء يشار إلى أن مدينة طرابل استشهد انقطاعا لكهرباء لفترة طويلة والذي ينتج عنه أيضا انقطاعا للماء أعلنت شركة العامة لكهرباء الأربعاء خلوج جميع وحدات التوليد لمحطة الرواس الغازية بالجبل الغربي عن الخدمة الشركة أوضحت في بيان نشرته على موقعها الإلكترونية أن خروج محطة التوليد ناتج عن فضل دوائر تصريف الطاقة بالمنطقة وأكدت شركة خروج وحدتي توليد بمحطة الخمسة الغازية عن الخدمة أيضا حيث وصل فاقد الانتاج إلى 850 ميجاوات من القدرات المتاحة وكما أكدتنا العمل جار على تشغيل الوحدات المذكورة للتقليل العجز في الانتاج بالشبكة العامة وإرجاع الوضع التشغيلي السابق للشبكة كشفت مصادر لموقعين إماراتيين الإمارات تسعى جاهدة للاستحواذ على الاقتصاد الليبي عن طريق بنك جديد يتولى إدارته سفير ليبيا في أبوظبي العارف النهيض المزيد في سياق التقرير التالي كشف موقع إماراتي نقلا عن مصادر قال إنها ليبيا أن أبوظبي تسعى للاستحواذ على الاقتصاد الليبي بطريقة تشابه ما قال الموقع إنها سيطرة الإمارات على 70% من الإعلام الليبي وحسب الموقع فإن اتهامات وجهت لشخصيات أمنية وسياسية كبيرة في أبوظبي باستخدام سفير ليبيا في الإمارات ورجل محمد زايد في ليبيا لتأسيس بنك تجاري يتخذ من طرابلس مقرا رئيسيا له ويكون رأس ماله بحوالي 264 مليون دولار أمريكي ويتم عن طريق هذا البنك الاستثمار في العمولات الأجنبية والتركيز على الدنار التونسي والدولار الأمريكي واليورو والجنيه الاسترليني وتكوين شبكة مالية معقدة والجزء الأكبر يكون عبر مجموعة من تجار العمولات الأجنبية بالسوق السوداء ليستطيع العارف النايض التحكم في سعر الدنار الليبي كمرحلة أولى والمرحلة الثانية هي إنشاء شركة متخصصة في إدارة المواني الليبية تكون جزءا من شركة مواني دبي العالمية للتحكم في حركة التصدير والاستراد لتأتي المرحلة الثالثة والتي يقوم فيها البنك بشراء أكبر قدر ممكن من العقارات والأراضي بمشاريع المنطقة الحرة ويتم وقف استكمال المشروعات حسب رغبة المالك الجديد ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن إنشاء البنك بشكل رسمي قبل نهاية سنة 2016 وبداية العمل تكون في مارس 2017 وبإدارة العارف النايض بدأت شركة البريغا لتسويق نفط والغاز الأربعاء في صيانة استوانات غاز الطهو مدير إدارة منطقة طرابلوس قال إن ما يقارب المئتي استوانة سيتم صيانتها يوميا داخل المستوضع بطرابلوس وذكر أن الإدارة استلمت الأيام الماضية شحنة من المقابض والقباعد تم توريدها عن طريق إحدى الشركات المصنعة لغرض صيانة الاستوانات يذكر أن شركة البريغا لتسويق النفط نفت في الفترة السابقة الإشاعات المتداولة بشأن نقص مادة غاز الطهو وتراجع نساب إنتاجها اعتمد المجلس البلدي صديت عدد أربعة عشر مشروع لمحالجة عدد من المختنقات وربط بعض محطات المياه وتنفيذ شبكة رئيسية بالبلدية البلدي وحال صفحته الرسمية فيسبوك ذكر بأن إجمالية قيمة المشاريع بلغت أكثر من خمسة مليون دينار ليبي حسب ما جاء في قرار المجلس البلدي الأخير الخاص بالمشاريع لعام 2016 الجدير بالذكر أن عدد من المشروعات المعالجة لمختنقات أخرى لا سيما في قطاعي الصحة والتعليم قيد الإجراء وسيتم الأعلان عن ترسيتها خلال المدة القادمة قام عميد وعضاء بلدية تزليت وبعض من مسؤولي الخدمات الصحية بالبلدية بدورة تفقدية لعدد من المراكز الصحية المزمع افتتاحها في الفترة القادمة بلد يزليت وحال موقعه الإلكتروني نقل على لسان عميد البلدية مفتاح الحمادي أنه سيتم في الفترة القادمة افتتاح مستشفى الحوادث والطوارئ بمنطقة عامة ومستشفى الجمعة القروية هذا ويضع المجلس البلدي من أولوياته دعم الخدمة الصحية في ظل ما تشهده من غياب للدعم الحكومي من خلال دعمه المستمر للمرافق الصحية بالبلدية ترجمة نانسي قنقر تراجع تسعر التعاقدات الأجلة للنفط الخامة الأربعة إثر زيادة مفاجئة في مخزونات النفط الخامة الأمريكية وارتفاع الدولار الأمريكي مقابل عدد من الحملات الرئيسية وتراجع النفط الخامة الأمريكي 45 سنة إلى 46 دولار للبرميل وهبطت التعاقدات الأجلة لبرنت 51 سنة إلى 47 دولار للبرميل يأتي ذلك في الوقت الذي أبدت فيه منظمة أوبيك تفاؤلها بشأن توقعاتها لسوق النفط خلال عام 2017 بنمو الطلب العالمي على نفطها الخام بما يفوق إنتاجها الحالي أما الآن فنتترككم مع جولة في أحوال التقصلي هم الغد اشتركوا في القناة وإلى أبرز ما جاء في هذه النشرة مفتي الديار الليبي يقول إن البلاد تعاني أضعف ما كانت عليه قبل القبول بمسودة السخرات ويدعو لطرف المتصارحة إلى المصالحة والاجتماع على ثوان سراء الدفاع عن بنغازي تتقدم باتجاه المدينة وتعلن المنطقة بين سلطان وبنغازي منطقة عسكرية واستشهاد القائد الميداني إبراهيم الشياخ في غارات جوية أغلاق الطريق الواصل بين منطقتين مرتوبة والحيلة شرقية درنة وقصف طياران حفتر يتسبب في انقطاع تيار الكهربائي عن مناطق بالمدينة وتبعت ميدان شركة العامة للكهرباء تقول إن سبب تزايد سعات طرح الأحمال هو الآطال الفنية في بعض المحطات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر